بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خنق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يرج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النار ويولج النار في الليل وهو أليم بذات الصدور آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقونهم مجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لروف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا واد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم يسعى نورهم بين عيدهم وبأيمانهم بشراكم اليوم بشراكم اليوم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا انظرونا نقتب اسمي النوركم قيل رجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسوء له باب باطنه في الرحمة وظاهره من قبل العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم ورتبتم وغرتكم الأماني حتى حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فديته ولا من الذين كفروا مأواكم النار مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يعني للذين آمنوا أن تخشى قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأبد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله أقرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصدقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أن من حياة الدنيا لعبوا ولهوه وزينته وتفاخر بينكم وتكاثروا في الأموال والأولاد كمثل غيث العجب الكفار نبات ثم يعيج فترعوا مصفرا ثم أكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاه الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وجنة عرضها كعرض السماء والأرض وعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرى إن ذلك على الله يصير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقصط وأنزلنا الحديد في بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قرأي عزيز ولقد أرسلنا نوحا إبراهيم وجعلنا في ذريتي من نبوة والكتاب فمنهم معتدي وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيس بن مريم وآتيناه الإنجيل واجعلنا في قلوب الذين اتبعوا رغفة ورحمة ورهبانية ابتدعوا ما كتبناها عليهم إلا إلا ابتغاء رطوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون بي ويغفر لكم والله غفور رحيم لألا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد لا يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم